بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال نقلاً عن الإمام بن القرآن قيم رحمه الله تعالى قال ومن ظن بالله أن له ولداً أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوصلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن بالله أقبح الظني وأسوعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله أما بعد في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية من ذلك أنه سبحانه جعل بينه وبين خلقه كما يزعمون وسائط يرفعون حوائجهم إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عنده فقد ظن بربه غير الحق ظن الجاهلية فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إلى الله بل إنه سبحانه وتعالى شرع لهم أن يرفعوا حوائجهم إلى الله مباشرة بدون وسائط وإنما هذا من ظن غير الحق ومن ظن الجاهلية والجاهلية خلاف الإسلام نعم ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء كذلك من ظن بالله سبحانه وتعالى أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفة أمره فقد ظن به ظن الجاهلية فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته وامتخال أمره واجتناب نهيه فإن ذلك هو ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء كذلك من ظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يعوض من ترك شيئا من أجله أن يعوضه الله خيرا منه فإنه قد ظن بالله ظن الجاهلية ظن السوء ظن الجاهلية فإنه سبحانه من ترك شيئا من أجله فإنه ينال من الله أحسن مما ترك أو أكثر مما ترك ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء نعم من ظن أنه يحجب عبده مطالبه ولا يعطيه من غير سبب من العبد وإنما من عند الله سبحانه وتعالى أنه يحجب عباده ولا يجيبهم لما طلبوا فقد ظن بالله ظن السوء ظن الجاهلية ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلافا ما هو أهله نعم كذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب عبده إذا أقبل عليه صادقا بالدعاء والتقرب إليه فقد ظن بالله ظن السوء ظن الجاهلية فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن من جاءه يمشي جاءه هرولة ومن دعاه صادقا مخلصا أجابه إلى ما طلب وزاده من فضله فإنه سبحانه قريب مجيب يعطي العبد ما سأله أكثر مما سأل فضلا منه سبحانه وتعالى ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله كذلك من أنواع الظن بالله غير الحق ظن الجاهلية هذه المسألة نعم ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه نعم كذلك من السوء الظن بالله عز وجل ومن ظن الجاهلية أنه إذا العبد عصى ربه وخالف أمره أنه ينال مغفرة الله ورحمته فقد ظن بالله ظن السوء ظن الجاهلية فإنه لا يعطي فضله ونعمته إلا لمن أطاعه واتقاه وتقرب إليه بما شرعه له وحده له من أسباب الإجابة ومن أسباب الفضل من الله جل وعلا فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء فإن غالبا بني آدم يعتقد أنه مبخوص الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه وكذلك إذا ظن بربه أنه يمنعه مما يريد وما يطلب فإنه ظن بربه ظن السوء ظن الجاهلية فإن من أحسن الظن بالله وتضرع إليه وأطاعه زاده خيراً مما يطلب وأعطاه أكثر مما يريد تفضلاً منه سبحانه وتعالى فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به نعم كذلك من مواقف العباد مع ربهم سبحانه وتعالى أنه لا يعطيهم ما يستحقون وأنه يمنع فضله عنهم وأنه وأنه وهذا من سوء الظن بالله ومن ظن الجاهلية ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنّتا وتعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به نعم كل هذا في ابن آدم كامن في نفسه إذا لم يوفق لمعرفة قدر ربه وفضله وإحسانه وحبه الخير لعباده وإنما عباده هم الذين يبتعدون عن الله بذنوبهم ومعاصيهم ولو أنهم تابوا إلى الله وأنابوا وتقربوا إلى الله لوجدوا عنده الخير الكثير الذي لا ينفت وكل يعامله الله سبحانه وتعالى بحسب ما في نفسه من النية والظن بالله غير الحق ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا نعم فتش نفسك مع الله سبحانه وتعالى هل أنت مقبل على الله راغب فيما عنده مصدق بوعده ووحيده أو أنك تتلوم على الله وتظن بالله غير الحق ظن الجاهلية وأنه حرمك فضله وفضله وإحسانه من غير سبب من نفسك فتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا فليعتني اللذيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة نعم فتش نفسك وموقفك مع الله سبحانه وتعالى هل أنت معترف بذنوبك وتقصيرك في حق الله وأن الله سبحانه وتعالى لم يؤخذك بكل ما تستحق أو أنك كامل في نفسك مع الله سبحانه وتعالى لم تقصر في شيء وهذا أمر يجب تفطن له أن العبد يحاسب نفسه مع الله سبحانه وتعالى وكيف كان موقفها مع ربها عز وجل وليتبن الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم هنا يلقي العبد الصادق هذه الملامات وهذه المعاتبات على نفسه سبحانه على نفسه هو وينفيها عن الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا قريب مجيب سمعوا الدعاء يحب عفو يحب العفو عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى فموقف العبد هو موضع الملامة وموضع الانتقاد وأما الله جل وعلا فإنه قريب مجيب من عباده من أتاه يمشي أتاه هرولة فإنه قريب مجيب يسرع في في رحمة عباده وقضاع حوائدهم وتفريج كروباتهم وهذا الشيء مشاهد ومعروف من فعل الله سبحانه وتعالى وفعل عباده معه نعم وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزة عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماءه كلها حسنى نعم أسماء الله كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فعليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأن تتوسل إليه بها وأن تدعوه بها فإنه قريب مجيب فتح لك الباب ويسر لك الأسباب وحسك على إنقاذ نفسك وإن جائها من مواطن العطب والهلك نعم فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول نعم عليك أن تلقي بالملامة على نفسك وأن تعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليك وإقباله وإقباله عليك إذا أقبلت عليه فإنه قريب مجيب سميع الدعاء قاضي الحاجات فارج الكربات مجيب الدعوات نعم فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل أولى منك بالجميل فأنت الذي تبتعد عن الله وتخالف أوامره ومع هذا ترجو أو تطمع في أن يعطيك الله ما تريد منه وأنت وأنت لا تعطي الله جل وعلا ما يريده منك من طاعته ومحبته والإقبال عليه وكل ذلك لحظ نفسك أما الله جل وعلا فإنه غني عنك إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهولي لا تظن بنفسك قط خيرا بظالم جان جهولي هذه صفاتك هذه صفاتك مع ربك فعليك أن تعترف بذلك وأن تتوب لله مما يحوك فيها من الظنون والهواجس والوساوس التي يلقيها شياطين الجنس والجن عليك ليبعدوك عن الله سبحانه وتعالى نعم وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل نعم صف نفسك بذلك أنها ميتة بخيلة وأظن بربك أنه قريب مجيب وأن فضله واسع و كريم هذا الذي يجب عليك مع نفسك ومع ربك وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل نعم ما رزقك الله من تقى و حسن ظن بالله هو جميل مع الله فإنه من فضله وإحسانه عليك وأما نفسك فإنها أمارة بالسوء كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نعم وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل نعم ما كان فيك من خير فهو من الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بك من سوء وبعد عن الله فإنه من نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولة كما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم انتهى كلام ابن القيم قوله الضانين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء الضانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع الضانين بالله غير الحق ظن الجاهلية هذا من ظنونهم بالله سبحانه وتعالى أنه لا ينصرهم أنه لا يرزقهم أنه لا يتقبل دعاءهم وهذا من وساوس شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يباعدوا عباد الله عن ربهم وفضله وإحسانه نعم يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن عليهم دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به نعم فهذا نتيجة ظنونهم بالله سوء ظنهم بالله عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا نعم واختلف القراء في قراءة ذلك فقرأ عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم وكلاهما صحيح السوء والسوء نعم وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين نعم الفراء من عامة اللغة يقول غالب غالب العرب على السوب الفتح نعم وقوله وغضب الله عليهم يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات ظنين بالله غير الحق وظن الجاهلية نعم قال العماد بن كثير رحمه الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء أن يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء نعم الذين يظنون بالله أنه لا ينصر أولياءه ولا يحميهم من كيد أعدائهم هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء وعليهم دائرة السوء فما ظنوه واقع بهم نعم وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جريل رحمهما الله تعالى قوله قال ابن القيم رحمه الله الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره قال المصنف رحمه الله فيه مسائل المولى تفسير آية آل عمران وهي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية تفسيرها يظنون أنه لا ينصر أولياءه وأنه يتخلى عنهم عنهم وأنهم وأنهم نعم المسألة الثانية تفسير آية الفتح وهي الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء نعم جزعا على ما ظنوه بالله سبحانه وتعالى نعم الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر نعم أنه هذه هذه المفاسد التي جنوها على أمهسهم بسبب سوء ظنهم بالله عز وجل أنها لا تحصر نعم الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه لا يسلم من ذلك إلا من عرف أسماء الله وصفاته الكريمة وعرف صفات نفسه نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وأصحابه أجمعين آله وأصحابه أجمعين